ترجمة نانسي قنقر وكيل الوزارة لشؤون الصناعة ويتبعه الوكيل المساعد لتنمية الصناعة ويتبعه ألف إدارة التنمية الصناعية بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اثنين الوكيل المساعد للمناطق الصناعية ويتبعه ألف إدارة عمليات المناطق الصناعية بإدارة تطوير المناطق الصناعية ثانيا وكيل الوزارة لشؤون التجارة ويتبعه واحد الوكيل المساعد للتجارة المحلية ويتبعه ألف إدارة المواصفات والمقاييس با إدارة حماية المستهلك جيم إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة ثنين الوكيل المساعد للتجارة الخارجية ويتبعه ألف إدارة العلاقات التجارية الخارجية با إدارة الملكية الصناعية ثلاثة الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات ويتبعه ألف إدارة التسجيل با إدارة رقابة الشركات ثالثا الوكيل المساعد الموارد والخدمات ويتبعه واحد إدارة الموارد البشرية والمالية اثنين إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات ثلاثة إدارة العلاقات العامة والإعلام كما نص المرسوم الثاني رقم عشر لسنة 2016 بعادة تنظيم شؤون الأشغال في وزارة الأشغال وشؤون البلدية والتغطية العمراني على ما يلي يعاد تنظيم شؤون الأشغال في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتغطية العمراني على النحو التالي وزير الأشغال وشؤون البلديات والتغطية العمراني ويتبعه إدارة الاتصال أولا وكيل الوزارة لشؤون الأشغال ويتبعه ألف إدارة الموارد البشرية با إدارة الموارد المالية واحد الوكيل المساعد للطرق ويتبعه ألف إدارة تغطية وتصميم الطرق با إدارة مشاريع وصيانة الطرق اثنين الوكيل المساعد للصرف الصحي ويتبعه ألف إدارة التخطيط ومشاريع الصرف الصحي با إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي ثلاثة الوكيل المساعد لمشاريع البناء وصيانة ويتبعه إدارة المشاريع البناء وإدارة صيانة المباني إدارة المشاريع الاستراتيجية أربعة الوكيل المساعد للخدمات الفنية ويتبعه إدارة هندسة التكاليف إدارة هندسة المواد إدارة تقنية المعلومات